مجموعات خبراء التقنية بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله عوقاتكم بكل خير عزائنا وأصدقائنا في جمعية رؤية بالمدينة من وراء أهلا وسهلا بكم تحية طيبة من أخوكم أحمد سهلي شكرا لجمعيتنا الكريمة على مرحل مكوفين كود تفعيل لتطبيق ستوري تيل الخاص ب صفح وقراءة الكتب الصوتية كيف نستفيد من هذا الكود وكيف نستفيد من هذا الكود الذي وصله من الكود سيكون لدينا رسالة التي جاءتكم سيكون فيها رابط وسيكون فيها كود أولا نفتح الرسالة هذه لدينا موجودة رسالة أنا عندي هنا كود سأنصخه نصخت الكود وأفتح رابط الموجود في الرسالة رسالة محاولة رسالتك عزيزية المستفيدة هني أكمى جمعية المكفو تأتيكم بهذه السرعة رح نضغط على الرابط اللي فيها ورح نحط لكم أيضا بعد الشرح إن شاء الله لما لم يصل إليه ونتحرك بعد ما نفتح الصفحة بالعناوين إلى أن نصل إلى عنوان روابط عن طريق الدور ستة عشر عيناصر التحكم من نمو تحرير أحرف تحريف عناوين عنواني واحد يقول لنا نناطق عنوان واحد نسحب بإصبع واحدة إلى الأسفل مستوى العنوان واحد رئيسي معالم تفعيل رمز هدية أو بما معناه نتحرك إلى النص اللي حق الكتاب الأول اللي رحط فيه مننا رمز التفعيل الخاص بنا هنمشي حق للنصي هذا هو نضغط عليه نقطة الأدخال في النهاية ونسوي لسق ستة دي بي سي ستة عشر ألفا وثلاث وعشرين لسقنا الكود الخاص بنا بعدها رحط لنا مننا الإيميل رح نضغط عليه نقطة الأدخال في النهاية حق للنصي جاري التحرير أروح أخذ الإيميل من عندي في الواتساب وتساب أخصر عليكم الوقت رسالة محاول صفة ثلاثة أبدول رسالة أتمرد تحوى النساس وراح أقوم بلسق الإيميل الآن وتساب نشط يتعذر 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 حقف بعد حنا واقفين كنا على حق نصي الإيميل رح أرسقه أبدل صفر 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 رح أروح للحق الذي يلي أعداد confirm email address confirm email address يقول لك confirm email address يعني تأكيد إدخال البريد رح أتخل المرة ثانية نقطة الأدخ confirm email address حق للنصي أبدل صفر صفر بعد ما ألسقت الإيميل أضغط تم تم زر عشان نتحرك بحرية ولا نتأكد أن المؤشر يخذنا بعد بعد الإيميل رح يقول لنا أدخل البسوورد رح أدخل البسوورد نقطة الأدخال في النهاية أعطي لوحة المفاتيح لوحة A B R D أعداد 1 3 4 1 3 طيب حطينا مثلا email password delete وصل أحرف A A S سرير أعداد 1 2 طيب حطينا حين password 8 خانات enter your password حق لنصي مؤمنا جاري التحرير 8 أحرف تأكدنا أن 8 نمشي الحين I agree to store tools خانة لمختيار تم الغاء التحديد بداية شكل اسم عمر ثاني I agree to store tools خانة لمختيار تم الغاء التحديد بداية شكل يقول لك I agree غير محدد لازم نحدده عشان نوافق على الشروط يكون محدد تم تحديد enter your password بعدها نتحرك I agree to store tools conditions of membership نمشي كمان علامة العطف اللاتينية كمان privacy policy كمان yes please I'm happy to receive e-mails and in-app notifications regarding personal recommendations events offers in the latest book news from store it all and store it all's business partners خانة لمختيار تم الغاء التحديد يقول لنا أنه إذا حبيت أنك تستقبل رسائل ممنع بريد اكترون نعدد هذا الخيار أنا بالنسبة لي ما حب أخذ أخبارا فما ما أبقى أحدد هذا الخيار نمشي اللي بعده redeem وراح أضغط على هذا زر اسمه redeem 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 هل ترغب في حفظ كلمة يمكنك رؤ حفظ كلمة ليس الآن ليس الآن زر أتنزيلات زر نمشي الآن نتحرك في الصفحة أعادة العنوان خيارات إغلاق عن كتب صوتي فتح home page gift card gift card book recommendations search category help my pages إذا جاءت من هذه الصفحة اللي فيها my pages recommendations وكذا كذا يعتبر عملية إدخال البيانات تمت بشكل صحيح وتم تفعيل الكود فقط الآن ما علينا إلا نفتح التطبيق ونسجد دخول بالإيميل والكلمة السر اللي هنحطيناها راح تكلم عنها أعادة لحظات بعد ما قمنا بتفعيل الكود الاشتراك الآن نفتحنا التطبيق هذا هو الرسائل 600 ورح تجينا مرحبا بك في هذه النفتح نتحرك إلى سجل دخول أضغط العودة سجل دخول عن يتعذر انتقه أو مع البريد الالكتروني حقل النصي كلمة سر البريد الالكتروني حقل النصي جاري التح وبعدين نحط الباسورد سجل دخول كلمة سر حقل النصي مؤمنا نقطة الأدخال في النهاية A S سرير أعداد 1 2 وبعدها نسوي نسجل دخول سجل دخول زر سجل دخول القائمة الرئيسية هذا يعتبر تسجيل الدخول تم بنجاح بما أنه ما أعطانا أي رسالة خطأ نتحرك الآن الكتاب الحالي يقول لنا الكتب الحالية ما عندي كتاب حالي أني ما شغلت شيء لا يوجد كتابي في المشغل سمعتم نمشي كمان الكتب المقترحة هنا الكتب المقترحة أسلاسل يعطيك كتب مقترحة الكتب المقترحة الكتب المقترحة أضغط عليها يجيب لي لستة بالكتب اللي مقترحة نسمع مثلا أسلاسل التصنيفات بحث هذا كلنا نتجاوز رفو الكتب الأعدادات الشوء الأعدادات المساعدة سجل الخروج الكتب المقترحة فتتني صلاة طبعا أحيانا وحنا نتحرك بالسحب ما يوصلنا فنبدأ نروح من العودة إلى أن يقول لنا العودة ونتحرك الآن مين إغلاق شارك زر تركيب فرز زر زر لأنك الله رحلة لسماء السابعة تأليف علة بن جابر الفيفية مع أحمد وأسماعيل فتتني صلاة تأليف أسلام جمال مع الخيميائي تأليف الجلسة تأليف 65 في 70% إذا حبينا نروح للفرز مثلا العودة إغلاق شارك تركيب فرز زر تركيب فرز أضغط تم لمختيار تركيب فرز أضغط الزر اللي بعده زر هو تماما الأكثر شعبية الأسبوع الماضي إذن دائما الزر المصنف يكون الزر اللي بعده الغير مصنف هو اللي يقوم بالمهمة شيفنا قال لنا فارز وتحت زر غير مصنف وقال لي كيف تبغى تصنف الكتب المختار حسب إيش الأكثر شعبية غير مختار أبجديا حسب العنوان غير مختار أبجديا حسب المؤلف غير مختار الأعلى تقييم في البداية غير مختار الأحدث أصدارا غير مختار القائمة الرئيسية الكتاب الحالي نختار الأكثر ترتيب قائمة الكتب عنوان ترتيب قائمة الكتب عنوان الأكثر شعبية الأسبوع الماضي غير مختار خلنا نقول لأكثر شعبية مثلا الأكثر شعبية الأسبوع الماضي مختار الخيميائي تأليف باول أول كتاب الخيميائي طيب لما نحب نضغط على أي كتاب خلينا نشوف واجهته نفتح هذا الكتاب مثلا هذا إذا حبيت تضيف الرف الكتب عشان يكون عندك في رف الكتب كأنها أشبه ما يكون بالمفضلة نضيفها خلاص جاب لي تم بيه كده في شاشة رسمة وقال لي تم إضافة الكتب نمشي طبعا نمشي كمان التقييم 4.24 شرطة مائلة عدد التقليمات الخيميائي هذا عندما الكتاب تأليف باولو كويلو المؤلف مع محمد النصر أله القارئ أعتقد اسمع الكتاب لما نلقط هنا اسمع الكتاب راح نشغل الكتاب نمشي كمان أصيغ كتاب صوتي أصيغ كتاب صوتي 4 ساعة 40 دقيقة المدة رواية الخيميائي للمؤلف البرازيلي باولو كويلو هي رواية رمزية نشرت لأول مرة عام 1900 و يبدأ نعطيك نمضمك كامل على الكتاب نمشي عرض عينة هنا إذا حبيت تشوف عينة مثلا لا أفترض أنك أنت تبقى تشوف نموذة وبعدين تشغله نمشي كمان عرض الكلي المراجعات هذا إذا حبيت تشوف مراجع عرض لكل حق المراجعات أصمي والجاهلي أرحمد ناصر سيلي الهرسي 26 شرطة مائلة الصفر 4 شرطة مائلة 2020 27 شرطة مائلة الصفر 4 شرطة مائلة 2020 يعطيك الأسماء ثم تواريخ كل تعليق على حسب ترتيب الأسماء وبعدين 27 شرطة مائلة الصفر 4 شرطة مائلة 2020 لاحظة هذا تعليق أول اسم رواية مملة بصراحة بدايتها قد تكون جيدة هذا تعليق ثاني اسم وفوقها التواريخ لأنها جاية بترتيب مثل جدول طيب روح نضغط على بعد أن نعرف مشاركة هذا التصنيف شوفوا الزر اللي بعده شارك ترتيب الزر الخينيائي فتتني صلات وحرجعني إلى قائمة الكتب وحرجع للقائمة الكتابي يعني هذه الزر اللي بعده رواية عرضة عرض الكلي المراجعة 27 سب من روح جاية تصنيف الزر اللي بعد تصنيف هذه يرجعني للقائمة الرئيسية الخاصة بالكتب المقترح اللغة الأصدار الأول من أبريل الكتب مشابهة زر ويعطيك هنا كتب مشابه العاقل تاريخي مختصر لنوع البشري طيب خلينا نشوف نافذة المشغل عشان ما ننطيع صفحة واحد مساء شغل الكتاب اسمعوا الكتاب زر اسمعوا الكتاب أول ما نضغط على الكتاب رح يفتح لي نافذة ولا يقول لي أنه في نافذة الفتاة سأتحرك صفر ساعات صفر دقائق وصفر ثواني للكتاب الوقت المتبقي أربعة ساعات أربعين دقائق وسبعة ثواني أول أرجام اللي قراها الوقت المنقضي ستوريتيل تقدم صفر ساعات صفر دقائق وواحد الخيميائي يشتغل مقطع تأليف بصوت محمد نصر الله طبعا ضغط بأصبعين ما يقوم بأي شيء فوق لهو مباشرة مقدمة خاص زر إيقاف أخذها اسمع بعد ما وقفنا المقطع رح نشوف بعد الوقت المنقضي والوقت الماضي إيش فيه عدى 15 ثق احفظ على الجهاز سرعة المشغل وعلامات مخصص جدول المؤقت النوم سجل الخروج المساعدة ما عليش طبعا سلل الخروج صفر ساعات صفر دقائق وسبعة عشر صفر ساعات صفر دقائق وسبعة عشر ثواني للكتاب لاحظوا قال سبعة ثواني اللي هو الوقت المنقضي نسمع باقي الوقت المتبقي أربعة ساعات تسعة وثلاثين دقائق وخمسين ثواني إلى آخر نمشي كمان القائمة الرئيسية هذا يشارك جعك وراء أنت تستمع لا أنت تستمع لا الخيمياء تأليف بولو كويلو نمشي كمان الكتب المقترحة السلاسل التصنيفات هذه كلنا نتجاوزها كأن هو يقرأ شيء ما موجود في الشاشة بحث رفو الكتب الأعدادات الشرطة مائلة الأعدادات المساعدة سجل الخرق مؤقت النوم جدول المحتوى مؤقت النوم مؤقت النوم لو نضغط عليه 15 دقيقة القائمة الرئيسية متى تبغى الجهاز يطفى بعد ما يقرأ صفر ساعة بند المنطقي تعديل واحد مسارا 24 واحدة ساعة صفر ساعة 60 دقيق 75 70 في المئة مثلا 45 دقيقة 30 دقيقة زر طبعا أنت تقدر تختار من هنا يعني تقدر تختار من اختراحات اللي فوق هنا القائمة الرئيسية اللي هي 60 دقيقة 45 دقيقة 30 دقيقة 15 دقيقة ضد مؤقت النوم أو تروح تحت 60 دقيقة صفر ساعة صفر ساعة واحدة ساعة صفر ساعة فنجم فوق وتحت أو 1 دقيقة بند المنطقي اثنان دقيقة واحدة تم زر تم زر أنا طبعا بأسوي الرجوع ما عدى الشيء سوي الرجوع باختصار إيماءة الرجوع عدى خمسة اسمع تخطى خمسة اسمع احفظ على الجهاز سرعة المشغل علامات مخصصة جدول المحتوى هنا مؤقت النوم مؤقت النوم قلنا انتهينا منه جدول المحتوى جدول المحتوى تضغط عليه واحد منتصف الليل القائمة الرئيسية اثنان منتصف ليل وثلاث وثلاثين دقيقة واربع وخمسين الثانية ثلاث منتصف ليل وسبع وخمسين دقيقة وثلاث ثوان اربعة الواحدة وخمس وعشرين دقيقة يأتيك أشياء بس ما يقول لك أشياء عناوين هاي يعطيك وقت هالنقطة هذه ما يأتيك عناوين يمكن الكتاب هذا غير مفاهر الصورة شوع الوسائق الطريق تم الاختيار تسجيل طيب طبعا احنا وصلنا عند محتويات وقلنا وقراننا الوقت دون عن يعرض محتوي الكتاب طبعا طلعت كذا ورجعت وجاني خيار انه يوافق على الشروط في حال وجاكم فقط تضغطون على زر موافق هذه اسم النافذة رابط راح نقول له موافق قبول زر قبول قبول ورجعني على نفطر كتاب عد 15 ثانية للخلف سرعة علامات جدول المحتوى طيب هنا عندنا علامات مخصصة لو نفترض اني أنا بمشي كتاب سرعة احفظ على الجهاز اسمع تخطى 15 اسمع زر انا اجالس هذه الورقة البيضاء هذه النافذة هالنقطة ومع نفذة نفذة تخطى 15 عد 15 ثانية للأمام احفظ احفظ علامة مرجعية عند هذا المكان هذا طبعا عكسه الخلف يرجع اسمع زر تخطى 15 ثانية للأمام وهذا يضغط عليكم بشوي احفظ على الجهاز سرعة علامات مخصصة جدول مؤقت سجل الخروج المساعد الاعدادات الاق ريفل بحث التصمير اسد ال انت انت القائمة الرئيس صفر ثلاث دقائق واثنى عشر ثواني ثلاث دقائق واثنى عشر ثاني ال ارجع تحت التصمير بحث ريفل المسجل مؤقت جدول علامات مخصصة علامات مخصصة اضغط عليها ضع علامة زر ضع علامة ضع علامة التطبيق التلقائيا يقوم بتتبع تقدمك يمكنك اضافة علامة مخصصة وكتابة ملاحظة هنا طيب اضغط علامة ضع علامة زر المكان بعدين منتصف ليل وثلاث دقائق واثنى عشر ثانية شفتو اعطاني الوقت الليل بشوي اكتب ملاحظة اكتب ملاحظة ضع علامة زر اكتب ملاحظة اكتب ملاحظة ضعي اغلاق ضعي علامة حقل النصي اكتب مهم مثلا حقل النصي كاك كاك لوحة المفاتيح لوحة المفاتيح ميم ميم هاء نون يعني مثلا عند جواية مهمة مهم النص الأصلي اضح ضعي علامة زر اكتب ملاحظة بعد حقل النص ضعي علامة حقل النصي مهم النص الأصلي هذا اللي كتبته حقل النصي جاري التحرير مهم نمط الحرف نقطة الأدخال في النهاية يكون حقل النص بعد الزر اسمه ضعي علامة في حالنا نتجاوز الزر اسمه ضعي علامة ونكتب ثم نرجع نضغط على الزر اسمه ضع علامة ضع علامة ضع علامة مضغط عليه اغلاق ضع علامة زر طبعا ضع علامة اللزل مش ضغط العنوان مضغط عليه ضع علامة خلاص كده العلامة أصبحت مضبوطة صفر ساعات القائمة الر عدد اسمع زر تخطى خم اسم عدد احفظ على الجهات سرعة المش علامات جدول المحتوى علامات مخصصة لما نضغط على علامات مهم منتصف ليل وثلاث دقائق مخصصة مرة ثانية راح يجيب لي العلامة اللي انا اضفتها لاحظوا زر مهم منتصف ليل وثلاثة دقائق ثم على طول تشتغل لما اضغط عليها اتعبني انني لم افعلش اضغط ايقاف ونجرب نغير سرعة القراءة الان وكانها وراء احفظ سرعة على جدوى مؤقت جدع سرعة المشغل واحد نقطة صفر اضغط عليه سرعة صفر نقطة خمسة القائمة الرئيسية طبعا الشباب احيانا انه التطبيق ما يوصلك على النافذة الانتبوها بس انت تبدأ تتحرك الى ان تعدى الاشياء هذه اللي دائم يقرأها لك السلاسل التصنيف بحث ريفو الكتب الاعداد المساعدة سجل اختر السرعة عنوان دائم بعد سجل الخروج بعد سجل الخروج دائم تجينا النافذة طبعا هي النافذة في الحقيقة غير موجودة بس نناطق قراها اللي هي حكي سجل الخروج اختر السرعة صفر نقطة خمسة وسبعين واحد نقطة صفر انا ما اضغط هذا مثلا واحد فاصل خمسة فاخذت قيلولة ما بعد الغداء وغرقت في نوم عميق خلا من الاحلام عندما استيقظت كانت عقارب الساعة تشير الى السابعة اسمع عدى خمسة تخطى خمسة عشر ثانية للأمام عندنا ايضا في خيار لحفظ الكتاب اضغط احفظ على الجهاز احفظ على الجهاز نعم 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 هذه المرة فقط اقول لي انه ماندي خنوي انا تعملت تسوي كذا ما عندي واي فاي عشان تطلع لكم كل القيارات اذا انت بشغل واي فاي ما رح طلعلك هندا انا بقول له نعم بحمل على الشريحة هذه المرة فقط نعم هذه المرة فقط اضغط حين كذا بدأنا نحمل الكتاب احفظ على الجهاز سرعة المشغل 1.5 احفظ على الجهاز عدى خمسة اسمع تخطى خمسة عشر ثانية للأمام حين انا بأثوي رجوع الكتاب قاعد يتحمل سكر ساعات انت تستمع الله القائمة الرئيسية القائمة الرئيسية القائمة الرئيسية طبعا هذه دائم توجهنا في كل نافذة تلقى فيها ارسل الكتاب لصديق اللي هي تعتبر زين مشاركة امسح الكتب من الجهاز ارسل الكتاب لصديق شاركوا قصتي على المنستغر سوف اقفلها عدى خمسة عشر اسمع تخطى خمسة عشر ثانية طيب صفر ساعات القائمة الرئيسية طبعا زر الرجوع ما فيه رح نرقى زر القائمة الرئيسية رح نضغط عليه ورح يقرأ لنا الخيارات اللي فيها صفر ساعات القائمة انت تستمع للخيمياء تأليف الكتب المقترحة هنا حبيت ارجع نفذ كتب وقترحها السلاسل التصنيفات طيب السلاسل هي الخيار اللي بعده ستكون فيها كتب فيها عدة سلافل نشوفها طبعا رف الكتب هنا لما اسوي اضافة اضافة الكتب عندي يلقى الكتب هنا مضافة الاعدادات الشرطة مائلة الحساب الاعدادات المساعدة دائما نذكر ان المحتوي اللي نبيه يأتي بعد زر تسجيل الخروج سجل الخروج اسلاسل هذا العلمان نشوفه اغنية الجليد ونار اغنية الجليد ونار هي تلك الحكاية الطويلة تتناول الصراع على سلطة بين عدد من العدد هاريبوتر اكتشف عالم السحرة حيث ستقابل سلسلة الالفية فتاة النجم الاسود هاريبوتر اكتشف هاريبوتر اكتشف عالم السحرة حيث ستقابل السحرة سلسلة الحلقات كالعادة سيجي العودة وبعدين اغلاق هاريبوتر وحجر هاريبوتر وحجرة الاسرار تأليف هاريبوتر وحجر الفيلوسوف اكثر من جزء سلاسل اضغط على اي واحدة منها ستجي نفس تشغيل هاري العودة العودة القائمة الرئيسية عندنا القائمة الرئيسية فيها القائمة الرئيسية غير السلاسل المقترحة التصنيفات التصنيفات نرى القائمة طبعا نرى بسرعة لتعدى هذه بحث سجل الخروج التصنيفات الرواية هذا التصنيف الأول الأثارة وتشويق الخيال العلمي تطوير ذات إلى آخره أسير والتراجم عندما نضغط عليه واحد منها سيجينا قائمة بالكتب سأضغط فوق القائمة الرئيسية التصنيفات هنا بحث عشان أبحث على أي كتاب جاري التحرير حق البحث لا يتعبك على طول يطلع لك الكتاب قلنا نكتب هنا كلمة تاريخ تاء تاء لم ألف ألف راء راء يا هاء خاء خاء بحث تاريخ الشكل ثاني تأليف الأندلس خلاصة تاريخ التونس تاريخ الشكل ثاني تاريخ الشتات تأليف محمد الرزاز حسام حجازي القائمة أضغط على أتصنيفات طبعا هنا الشباب في أسلاسل أتصنيفات رف الكتب يجيب لي أيضا خيارة بدوم أضغط على زر قائمة في حال لو ضغطت علىها رف الكتب أيضا رح يدخني لها يعني أنا عندي خيارة إما أضغط على القائمة الرصية وأضغط على اسم الزر أو أضغطه هنا اسمعوا الكتاب زر لاحظوا هنا الكتاب اللي أنا أضفته في الرص أسمعوا شو اسمه إغلاق أضف لرف الكتب التقييم ثلاث تاريخ في ظلي تأليف وليد مع جمالي اسمعوا الكتاب أصيغة كتاب الصوت اسمعوا الكتاب مع تأليف وليد فكري زر العودة أعتذر جدا هو فتح الكتاب إذن زي ما قلت إنها وهمية سأضغط على القائمة الرئيسية القائمة الرئيسية السلاسل التصنيفات بحث رف الكتب بحث الأعدادات رف الكتب يجب كل الكتب إلى أنا أحطها مثلا الخيميائي تأليف باول 65 اسمع هذا إذا حبيت أضغطه من هنا على طول بلاي بدون ما أفتحه الخيميائي تأليف باول أو كويلو مع محمد النصر قال له لو أضغط على الكتاب أيضا يفتح لي نافذة يعني أقدر أشغلها أما ما يفتح النافذة أو أضغط على بلاي العودة العودة القائمة أبحث رف الكتب الأعدادات الأعدادات ما فيها شيء يذكر الأعدادات فيها بس اللهم القائمة أنت تستمع الله أنت السلاسط التصنيفات بحث رف الكتب الأعدادات الشرطة المساعدة سجل الخروج الأعدادات أعدادات الحساب زر أعدادات التطبيق هنا تطبيق أداء حساب أقدر صني تشجير خلول مثلا لما يضغط الأداء الحساب وغيرها هنا يتيح عرض كتب الأطفال تفعيل زر أتبديل متوقف هذا إذا أريد تفعيل خير الأطفال هذا مهم جدا للأباء تغيير رمز المرور مع تمن هذا إذا أريد تغير كم تسر الكتب على الجهاز عنوان يوجد لديك واحد كتاب على الجهاز ما يعادل 134.46 ميجابرية قال لي أني عندي كتاب واحد اللي يحملنا قبل شوي مسح جميع الكتب زر أقدر هنا أحذف الكتاب كامل الخيميائي تأليف وجاب لي اسم الكتاب اللي أنا حملته وجاب لي خيار تشغيله أيضا طيب نروح أعداد التطبيق زر أعدادات التطبيق الكتب اللا إلكترونية الفرق العودة أعدادات بيانات الجوال أسألني في كل مرة قبل تحميل الكتب باستخدام بيانات الجوال وعلامة السؤال هذا زي التنبيه لجانب الشوي لما أجب أحمل الكتاب هل يسألني ولا لا أو أقدر أخبره واي فاي أو أقوله دائما أو كذا يعني أسألني في كل مرة قبل تحميل الكتب باستخدام بيانات الجوال وعلامة السؤال زر أتبديل تشغيل أقدر أشغله أو لا الفرز الافتراضي الكتب الصوتية مختار الفرز الافتراضي أني حط الكتب الصوتية الكتب اللا إلكترونية مختار أظن الكتب كتري يعني يجيب لك فرز بكل نوعين لغتان اثنان لغات زر اللغات المحطوطة في لغتان عندي العربي الإنجليزي تشغيل زر أتبديل تشغيل الأصدار أربعة نقطة خمسة عشر نقطة واحد عنوان زر أتبديل تشغيل مستوى صوت صرح كلمات نيو سيرج هذا يقول بحث سديد ما عرف والله شي يقصدون فيها ما فهمتها هذا أتوقع تقريبا حين عقبنا على كل أشياء في التطبيق تقبل أطيب التحيات وأمانها السلام عليكم